ما هو كده كتير قوي كتير قوي يعني انا مش عارف التحكم ماله. قصما بالله انا مش عارف التحكم المنصر ده ماله خلاص يا جدعان. خلاص يا جدعان قصما بلاد خنقنا هنا من التحكم. لو كمان احنا النهاردة ضغط هنا علم للعيبة من كمية الفرص اللي بتضيع ولا قرر كمان بتغييراته المتاخرة يا جدعان محمد مش شايف قدامه. مش شايف ما يطلعه. لو كمان يطلعه نازل شادي حسين وما فيش ما فيش. يا جدعان عاوزين مهاجم قصما بالله يا ادارة الاهل يا قبط المحمود الخطيم. عاوزين مهاجم يا جدحان. بجد بقى التحكم. يا تحكم. يا حكم مالك. يعني سؤال بس انا مش فاهم الكسة دي. انا مش فاهم الكسة ديت. حمد فتحي بتكلم مع الحكم. فقال له يمشي. مش قال له يمشي. فحمد فتحي مش. محمود متولي اللي عنده انذارين. اللي لو خد انذار في المطش ده هيتواف عن مطش الكيمة. يا ضوبك متولي رايح بي يقول له راح مطلع له انذار. جريه. جريه تحكم يا مصري فاهمني قصتك وقول لي عاوز ايه من الاهل. عاوز ايه من الاهل بجد يعني قولي كده صراحة. التحكم المصري مفيش نادي فيك يا دور يا مصري ما استكاش من التحكم. مفيش نادي فيك يا دور يا مصري ما اشتكاش من التحكم. بجد التحكم من مصري حاجة سيئة جدا. حاجة مستفزة جدا. ايه كمية التأخير والاهرف ده. لا بص يعني سؤال سؤال ايه ده كيه علي. جد وقع. وقع. والحكم ادي ست دقايق ووقت بضل ضاية. وقع في حدود دقيقتين كده. اقول دقيقة يا عام. دقيقة يا عام. ده الحكم صفر دقيقة خمسة وتسعة حاجة وسبعين ثانية. يعني اقول ست دقايق. طب مشها سبعة دقايق. ما فيه واحد وقع. فيه واحد وقع يا بيه وفيه وقت من الوقت تضيع ضاع. مفروض تدهان. يعني تقول لنا تخدوا الاضافة. ايه? ولو كمان بتقول ل راح يتكلم معاه. راح مطلق له لنزل عشان ما يلعبش مطش الكمة. ما انو مش فاهم بقى التحكم المصري كالستوي. انا مش فاهم بجد التحكم المصري عاوز مننا ايه? فاقول لنا قصتك هتحكم يا مصري عشان انا باعرفيني الليلة والحوار هيرت سمعانا على ايه? عشان احنا بجد بجد احنا كجمهور النادي الاهلي وقدار تنقل زهيقنا بقى. زهيقنا بقى. يعني مش كفاية. ده لسه هتكلم عاللعيبة. ده لسه هتكلم عاللعيبة عشان خلاص. خلاص بجد عشان احنا خلاص اعصابنا ببوز. ببوز حرفيا بص. التحكم المصري حاجة مستفزة لدرجة انك لقدامك الحكم هتضربه. صراحة لقدامك الحكم هتضربه. لان تحكم مستفز. ظلم تحكم باحث. ظلم تحكم باين ان هو بيظلم النادي الاهلي. ماشي? ولكن ابا اتمنى اقول له ايجيب لك مش عارف واحد من بره يدير التحكم جبنا مارك جرجنبرج دوت ولا مارك جرجير? قال لك ده هتطور التحكم ولا شفنا تطوير ولا نيلة. ده التحكم المصري من اسوأ لاسوأ. وبقى انا بنضيع. لا كفاية بقى جدعان بقى. كفاية بقى جدعان تعبنا يا جدعان وربنا تعبنا. التحكم المصري تعبنا يا ناس. ماشي اركن بحور التحكم. اركن كده حور التحكم. اركن كده. تعالوا بقى. تعالوا بقى نتكلم على اللحيبة. ايه كمية الفرص اللي بتضيعها? سؤال بس. ايه كمية الفرص اللي بتضيعها? ما انا مش عارف. انا مش عارف. انا الغد دلوقتي مش مستوعب كرة افشة واحسين الشحات. مش مستوعبها. مش مستوعب ان الكرة دي تضيع. ما الافشة رايح. صاروخ بيغري. مفروض انت كلعيب تجرب سرعتك رهوان. تروح انت وجد وتحط في البعيدة. يعني افشة. عمل تفكير يعني يجننك. تفكير ما يتوقعوش بني ادم. انتبعين? اللي هو احسين الشحات الناحية دي. وفيه تلات لعيبة من المصر هنا. وحسين الشحات هنا. اللي ايه حاجة مستحيلة انت لو بصالك يا بالارض. فيه تلات لعيبة ممكن يقطع كرة ويلم ويغلق للم جسمه ويطلع يلعبها. يعني فيه تلات لعيبة. افشة راح حاملها له كده. المهمة جات لحسين الشحات. يعني المهمة جات لحسين الشحات. مش حسين الشحات. يلطاشة في جون تحس ان حسين الشحات من ساعة مطش نهاء القرن فاكر نفس الكرة. نفس الكرة بتاعت نهاء القرن اللي لعبها كلا خبطت في العرضة. ماشي راح حامك حسين الشحات راح مضيعها. فخلاص يعني بجدتنا فرصة هنجيب جون وهنكسب مطش متقفل والمصر يبص تحبنا اساسا. ولكن انا مش عارف الكمية الفرص اللي بيضيع ديها ناس انا مش عارف. كرة افشة اللي في بداية المطش اللي اتعور فيها وقال في سلام عليك افشة. جات لمحمد شريف. يعني هو لنفسك كرة ديت ان افشة اتعور. ولكن انت محمد شريف كم هاجم لناد اهلي. لفب بوسطك. ولفب بشماك. قلتش في الجون يا راجل. وديها في الجون بقى. لا ده محمد شريف شفتها في السماء. في السماء. فمحمد شريف انت مبيتش مخيف. يا محمد يا شريف انت مبيتش مخيف. فخلاص. النادي الاهلي حرفيا. لازم يهاجم. لازم يهاجم. وانا فيديوهات سابقا قلت فيها. محمد شريف لو ما فقش. هيرايح. وشاد حسين لو ما فقش هيرايح مرتين. ماشي? ان شاد حسين واضح ان كان نازل متعصب لما متعصب على الحاكم والحاكم ونحن بيديوه انزل. ما هو عارف. هو عارف. فانت بتتكلم من حاجة صعبة جدا. حاجة صعبة جدا. ان النادي الاهلي لعبة تقنوك انت كاجمور لعبة تقنوك بكلمية في راسة البضية. ويجي الحاكم يسود السواد لأسود. وارفع الانزار في وش محمود متولي عشان متولي يغيب عن ماتش الكمة. لو كمان كابتن سيد عبدالحفيز. نازل بتكلم معاه. نازل بتكلم معاه. راح مطلع انزارك بسان قبل حفيز. ما هو حاكم جيف اخر ماتش مش يلم الليلة. مش يلم الليلة. ده مش بعمل وزع في انزارات خد انزارات 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 انزارات. فبجد كفاية تحكيم. كفاية ظلمة تحكيمة عشان احنا خلاص. تعبنا نفسيا من اللي بيحصل. ان النادي الاهلي انا كان نفسي اهلي يكسب النهاردة. كان نفسي يكسب. نوسع الفارق. نطير. وماتش الاهلي الجاي في الدوري. امام الزمالك. امام الزمالك. الزمالك امبار الاتعدل مع الاتحاد. والنهاردة الاهلي ات empire مع المصري. كان نفسيا نكسب ونوسع الفارق. تخش ماتش الكمة مرتاح. تخش ماتش الكمة على اللعابة كلها مراكزة وتلعب ماتش كويس. ولكن اüzel. الفريق ماشي. لسه بدرع الدورة. والاهله لسه هيفكت نقاط والزمالك ليس هيفكت نقاط وليلة طويلة جدا يعني. ولكن عاوز اللي عبارة بدأتنا تفوه شوية. تفوه عشان احنا دادت موسم الانتقالات فاحنا ممكن مش احد. ممكن عام مع السلام يا بشا. عشان خلاص اتعبنا وربنا. وربنا يا ناس اتعبنا من اللي بيحصل. من اللي بيحصل خلاص. بقى انا مش قادرين من كمية يعني الموضوع المباريات الكلام ده صعب. يعني الكلام ده رخم جدا. انك ده هيفرص كتير. مع يا جماعة المطش بيخلص من فرصة. من فرصة واحدة تخلص الدنيا. هتخلص بتجي لك كزا فرصة. ما بتخلصهاش. ما بتخلصهاش. فانت عاوز تاني. عاوز تاني. وربنا يا جماعة احنا تعبنا. فكفاية. كفاية وبجد لعبة الاهل لازم تفوق. لازم لعبة النادي الاهل تفوق من اللي بيحصل. احنا تعبنا يا ناس. تعبنا يا ناس. من اللي بيحصل من التحكيم. ومن اللهيبة. ومن محمد شريف. فخلاص احنا بينا هنا. هنا كده. بينا هنا خلاص من كمية الفرصة بتضيع. فابقى بتمنى من ادارتي النادي الاهلي. وامير توفيق نستعجله شوية. معيش يا كابتن امير. استعجل. عاوزين مواجم والنبي. مواجم بيجيب جوان مش مواجم بيضيع جوان. سلام يا برينس.